موسيقى مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من اكسترا تايم البرنامج اللي بيطل عليكم يوميا من السبت الخميس أكيد عبر قناة رؤية البرنامج اللي بنحكي فيه عن أبرز القضايا الرياضية محليا عربيا وعالميا واليوم رح نخصص الجزء الأكبر للحديث عن بطولة درع الاتحاد المباريات اللي صارت اليوم ورح تصير بكرة أكيد مساء الخير فرح ومساء الخير طارق مساء الخير لكل اللي عم بيتابعونا من كل مكان وبحلقة الليلة مثل ما حكت فرح رح نحكي عن بطولة الدرع طبعا الحديث مستمر عن هاي البطولة ومبارياتها اللي صارت اليوم مباريات مثيرة أبرزها مباراة سحاب والبقعة وفوز سحاب بنتيجة كبيرة وساحقة على البقعة بخماسية هاي نتيجة طبعا أثارت حماسة كل جماهير سحاب اللي كانت متواجدة في الاستاد لحتى تدعم فريقها أكيد سميحة كلامك سليمية بالمية يعني النتائج في بطولة الدرع بتوحي للجماهير إنه إحنا رح نكون على موسم ملتهب وأيضا مش بس من فرق المقدمة رح يكون أيضا من الفرق المش متوقع إنها تكون منافسة يمكن على الدورية أو على الكائسة أو على الدرع فبالتالي هذا الكلام رح يكون طبعا إشي كتير حلو الجماهير إنها تتحمس وتشوف الفرق في بطولة الدرع وإنه هاي الفرق قادرة على تحقيق يمكن المفاجآت وأيضا إنها تحقق نتائج تبسط هالجماهير خلال المرحلة رح نبلش معكم بسؤال شارك لهالليل سؤالنا بيحكي ما هي توقعاتكم لنتيجة مباراة الوحدات والأهلي هاي القمة الكبيرة الإجابة الأولى فوز الوحدات الإجابة الثانية فوز الأهلي والإجابة الثالثة التعادل بانتظار طبعا تصويتكم عبر تطبيق رؤية والسؤال شارك الخاص في أكستر تايم والتصويت مستمر حتى نهاية هذه الحلقة وهلأ خلينا نروح لأول تقرير معنا بحلقة اليوم لبحكي عن مباراة الأهلي سحاب عفوا والبقعة نشوفوا وراجعين تصدر فريق السحاب الترتيب العام للمجموعة الأولى في الدور الأول من بطولة درع الاتحاد لكرة القدم برصيد ست نقاط بعد فوزه على فريق البقعة بنتيجة كبيرة بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جرت بينهما اليوم على استاد الأمير محمد في الزرقاء فيما تجمد رصيد البقعة عند ثلاث نقاط وسجل أهداف سحاب إبراهيم الجوابري هدفين في الدقيقتين التاسعة والعشرين والسادسة والأربعين وأحمد المحارمي هدفين في الدقيقتين الخامسة والثلاثين والسادسة والخمسين فيما اختتم أحمد عبد الحليم خماسية فريقه في الدقيقة الثالثة والسبعين بينما سجل للبقع ودي خضر الهدف الوحيد في الدقيقة الثلاثين يعني فوز ساحق لسحاب وصراحة كتير أبهرنا هذا الفوز اللي حققه الفريق صحيح فريق جديد بحقق نتيجة كبيرة وكمان قدم أداء متميز هذا الإشي يمكن يعني هاي لساتها مجرد مواجهة تانية في بطولة الدرع لفريق سحاب لكن هذا يمكن يعتبر مؤشر على أن الفريق جاي لينافس على اللقب مش مجرد فريق قاعد عم بيشارك وبدو يحافظ بس على وجوده في دوري المحترفين كمان سميحة للأمانة يعني شهدنا اليوم أداء اتزان جمل تكتكي رائعة وأيضا إسلام ذيبات الكابتن والمدير الفني لفريق سحاب مدربنا الوطني القدير لمساته كانت واضحة على الفريق من خلال اللقاء الأول لهم واللقاء الثاني اليوم وأيضا تميز كان للمحارمة وأيضا الجوابرة وأيضا للعندليب أحمد عبد الحليم يعني أداء رائع من الفريق بشكل عام أيضا هذا الفوز بيحتم علينا أنه نسمع صوت الرائع الكابتن إسلام ذيبات وأيضا نستفسر منه على أداء الفريق خلال المرحلتين اللي مروا وأيضا رضا عن الفريق يسعد مساك يا كابتن مساك يا كابتن مساك يا كابتن طالق حياك الله أمورك منيحة إن شاء الله الحمد لله رب أمسألكو على الخواتي اللي بالفيديو يا عمي شو هالحكي هذا اللي عم تعملوا انت شوه؟ الحمد لله رب العالمين الله يعطيك ألف عافية ولاش يا كابتن ألف مبروك لمساتك واضحة فبالتالي يا ريت نحط الجماهير بالصورة حول وضع الفريق أيضا وضع الفريق من المباراة الأولى للمباراة التانية والنتائج اللي عم بتحقيقها يا كابتن يعني بسم الله الرحمن الرحيم أمسألكو على الخواتي في السيديو أولا بسوى أن يشكر أبنائي وإخواني اللاعبين على الجهد الرأي العظيم والبذل الذي قاموا فيه أثناء المباريات صحيح أقول أن تغافر الجهود الإدارية والفنية وحب اللاعبين لبعضهم والجهاز والفني والإداري ولجمهورهم العريض يصنع الإنجاز وممكن أن يعمل الإعجاز إدارة تعمل باحترافي رأسها الأستاذ علي أبو حمد أن تفوز على نادي بحاجة نادي الجزيرة بوجود محترفين نعم مش سهل فريق عريق فريق منسجن بكامل تفاصيله شيء جديد ويرفع سقف الطموح للسحر أن تفوز وتقدم عرض دراي راقي جدا أمام فريق البقعة لدي لاعبين وانتجام من العام الماضي أيضا لا يأتي من فراغ لكن ومع ذلك أقول وبكل واقعي لا نزال في بداية المشوار نعم هذين الفوزين ممكن أن يضع علينا ضغط جماهيري وضغط سني أن نعمل إشي بالدرع بالدرع لكن حتى أكون برضو واقعي ومنطقي هدفنا بإذن الله تعالى هو تأهل للدور الثاني لكل مواصفاته نعم كابتن إسلام يعني مش مجامل لكن هو العنوان اللي أطلقوه جماهير سحاب على الفريق خلال المرحلة المقبلة بأنه سحاب لا يهاب وأنا بحكي كمان أنه سحاب بانتظاره مراحل مهمة جدا وصعبة لكنه قادر على تحقيق المفاجآت في ظل طبعا وجودك على رأس الإدارة الفنية وزي ما حكيت تكاتف الجهود الإدارية اللي موجودة معاك وأيضا تكاتف جهود اللاعبين كابتن إسلام من خلال ملاحظتك لأول مباراة مباراة ثانية طبعا رضاك عن اللاعبين هل ممكن يكون في أسماء جديدة موجودة تعزز الفريق قبل بداية الموسم أبرز ملاحظاتك لها المواضيع الحمد لله ربما كابتن طارق المؤشر زي ما شاف الجميع في تصوعد من مباراة لمرأة مباراة مع الجزيرة الشيء الثاني تعرضنا لضغط عنيف من نادي الجزيرة تصير وسط سؤالات أنه هل نقص اللاقة البدنية هو المؤشر البدني أنا قلت للعبين قبل مباراة اليوم وبآخر التمرين أنه ليس نقص المؤشر البدني أو اللاقة البدنية إنه هو عدم الانسجام عندما تستخدم لا يقل عن عشر إلى اثناشر لاعب من أندية الرمثة الجزيرة ذات راس الأصارة سحاب نفسها الصريح فصعب جدا أنك تعمل توليثه وانسجمه من خلال مباراة واحدة تحكي عن مقربة نادي الجزيرة ست سنين سبع سنين وفيه ممكن عشر سنوات في بعض لاعبين مونسجمين أنا توقعت أنه مباراةنا اليوم تكون جيدة المستوى وتوقعت للأمان الفوز بس ما توقعت بالأداء هذا ولا توقعت بالنتيجة طيب كابتن كابتن إسلام يعني قبل ما تكمل حديثك من خلال الجملة اللي حكيتها آخر إشي يعني إحنا بنعرف أنه أنت بتحب الكرة الهجومية هذا يعني مفروغ منه سواء لما كنت مع منتخب الشباب أو لما استلمت عدة أندية أو لما استلمت حتى الحسين إربط خلال الموسم الماضي لكن أنه تعمل كرة هجومية مع نادي سحاب وخلال الثاني مباراة تقدر تسجل خمس أهداف في مرمى البقعة فهذا كلام مش سهل ياريت يعني تحكي لنا عنه نوعية اللاعبين الفنية والسلوكية والنفسية والذهنية بتحكم عليك أسلوب وطريقة اللاعب أنا دربت الأندي ودربت المنتخبات فعلا يطلق علي أني بفعلا بحب الكرة الهجومية أنا بعشق الكرة الهجومية والذليل اليوم يمكننا حتى من أحد من التعليقات في سماسة أن الأهداف التي أحزوها إن كان المحارمة أو أبو جادو أو أحمد أفوحيم يعني بالدور الأصواني ما شفناه هاش وفهم الحمد لله رب العالمين أنت عندما تنزع الحب من قلوب اللاعبين وتحولوا إلى حماس أنت ممكن تعمل تعمل الإعجاب أنا حاب أحكي بموضوع يمكنني أشتاق عليه بعيد الموضوع الفني موضوع الجمهور المثالي صحيح كنت حاب القنوات الأردنية تأخذ لقطة الجمهور المثالي أثناء تنظيفه للملعب بعد كل مورا صحيح بيعاز من الإدارة الجمهور بعد كل مباراة يقوم بتنظيف الملعب من بكياس النفايات تنظيف كامل وتخيل أنه تنتقل الصفة هذه الحلوة لللاعبين ويتعاهدوا بعد كل مباراة أنه اللاعبين من نظك غرف الغيار وغرف المشالح فالآن أنا رأيي فيه أمور كثيرة قاعدة بصير بالتحاف بالرياضة بالأردنية من خلال نادي الشحاب من خلال جمهور الشحاب من خلال لعبنا للشحاب من خلال إدارة نادي الشحاب يُشترض أن تتابع وتُخَلْ بَعْلِ وَأْتِبَارَةِ نعم كابتن إسلام بشكل سريع تحضراتك النفسية لللاعبين للمرحلة المقبلة يعني نحن نعرف أنه يمكن فيه عدد من اللاعبين عندك مش هالخبرة الكافية في دوري المحترفين أو يعني الأجواء الغريبة ممكن أنهم يخضوها لأول مرة الخامات موجودة لكن التحضير النفسي كمان له دور كبير راح يكون خلال المرحلة المقبلة يعني كابتن طارق أنا مشتمك مصبوط تتريفون مقطع لكن بشتمك بداية كلامك أنا محاضر قبل ما أكون مدرب طبعا أنا برأيي التدريب بالأردن التحضير ذهني والتحضير النفسي وأعطاء اللاعبين أدوار تلتقى بالنفس أكبر تعطي على أرض الواقع وأكبر من التحضير البدني والمهاري والتكتيكي والدليل معظم اللاعبين صارنا عشرين سنة من درب ومنحك لللاعبين الأمور التكتيكية والأمور بس عند دخول الملعب ممكن أنه بغفل أو بغطلق الجمال التكتيكية لكن عندما تشعر أنك أنت بطل وأنت مقاتل هو بعطي أكثر ما عنده برأيي عندنا اللاعبين واليوم من خلال السؤالك هذا أنا عملت على خمس تقديلات نعم من خمس تقديلات من شأنها كان أن أحضر بعض اللاعبين اللي بعدين عن الأزواء المحترفين في عندي اللاعبين لعبوا بالدرجلة فقط ولأول مرة بلعبوا محترفين لابد من إشراكم على فترات متزامنة بالمباراية القادمة حتى يضلوا بالفورما يعني ألعب لغاية الآن بدون محترفين أتخيل لغاية الآن نلعب بدون محترفين وأنا متفقل مع الإدارة على وجود ثلاث محترفين في بعض المراكز أنا أحتاجها أتوقع أنه سحاب بالقارب العديل إن شاء الله نعمل إشي على مستوى كل الأردنية إن شاء الله كابتن إسلام الذيابات الله يعطيك الصحة طبعا من خير المدربين الوطنيين المدير الفني لنادي السحاب الله يعطيك العافية على جهودك تحياتنا إلك لإدارة النادي وأيضا لللاعبين الأبطال اللي عم بنشوف أداء رائع منهم خلال هذا الموسم يعني أي نادي بيكون طالع جديد على الممتازة بتكون الأمور بحاجة لتشجيع وأيضا بحاجة زي ما حكيت للتهية النفسية وأنت خير من عمل على هذه الأمور الله يعطيك الصحة وإن شاء الله الله يوفق الجميع ونشوف دوري خلال هذا العام موضوع الجمهور لفتة رائعة رهيب عن جد لفتة رائعة صح يعني بتمنى كل جماهير كل الأندية إنها تبادر وتعمل الإشي اللي عم بعمله جمهور نادي سحاب واللي عم بعمله لاعبين نادي سحاب لأنه هذا يمكن كمان يخفف المشاكل اللي قادة عم بتصير بين الجماهير بعد اللقاء وهذا إشي كتير حلو طبعا بطولة الدرع بطولة كلها إثارة من بدايتها لحد هلأ وبتخيل كمان الحماس والإثارة هاي رح تستمر رح ننتقل للحديث عن نقاءات الغد خلونا نشوف هالتقرير عن الأهلي والوحدات ومنرجع مشهد مشابه لنهاء كأس الكؤوس الذي أقيم منذ أيام حين يلتقي الوحدات مع الأهلي في الجولة الثانية من بطولة درع الاتحاد لكرة القدم على أرضية استاذ الأمير محمد في الزرقاء الوحدات الذي استعاد حارسه عامر شفيع بعد أن قرر الأخير التراجع عن قرار اعتزاله الذي اتخذه منذ أيام يسعى للفوز بنقاط اللقاء لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد أولا استعادة ثقة جماهيره به بعد الأداء الباهت الذي ظهر به أمام المنشية بالإضافة إلى التأثر من خسارتهم لبطولة كأس الكؤوس على يد الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد منذر أبو عمارة وحسن عبد الفتاح وعبد اللذيب كلها أسماء يعتمد عليها المدرب العراقي عدنان حمد بدوره الأهلي يبحث عن فوز يعزز من ثقة جماهيره به بالإضافة إلى إثبات علو كعبه على الوحدات بعد أن أقصاه في الكأس الموسم الماضي وخطف منه كأس الكؤوس المحنك ماهر البحري يعول على يزن ثلجي والعلاونة ومحمود مرضي لضرب الدفاعات الوحداتية ولا ننسى دور الدفاع لزيد جابر وقوة حارسه فراز صالح قمة بمعنى الكلمة سميحة وفرح يعني كل فريق طبعاً له هدف من خلال هذا اللقاء إما الثائر من خسارة الكأس ومصالحة الجماهير أو على الجهة المقابلة أيضاً تعزيز الانتصارات ومواصلة البحث عن الأدوار الثانية هذه أهداف طبعاً الكل بينتظرها والكل بينتظر أنه نشوف قمة كبيرة بتجمع الأهلي والوحدة صحيح هي أكيد راح تكون قمة زي ما حكى طارق بكل معنى الكلمة لأنه الفريقين بمتلكوا مدربين من طنت الكبار خلينا نحكي الوحدات عندهم الكابتن عبدان حمد والأهلي عندهم ماهر البحري صحيح اللي عم بيواصل عمل جداً جداً رائع وعم نشوف نتائجه على أرض الملعب مع فريق الأهلي مظبوط حكينا عن المدربين كمان ما بدنا ننسى اللاعبين طبعاً يعني الفريقين بيمتلكوا عدد كتير كبير من النجوم بالوحدات في عنا حسن عبد الفتاح منذر أبو عمارة وعبد اللذيب وبالمقابل كمان بالأهلي في عنا زيت جابر في عنا محمود مرضي ويزن ثلجي وأكيد عدد كتير كبير من الأسماء والنجوم الأخرى اللي موجودة بكل الفريقين صحيح إذن الكل على موعد مع مباراة من طراز رفيع بنتمنى الكل يستمتع فيها وتكون فيها يعني جماهير كبيرة جماهير مالي الملعب وتشجع وتنبسط بالأداء اللي عم بتشوفه من الفرق خلال هذه المباراة ونستمتع بالأداء اللي عم بنشوفه بكل مبارايات تأدري عليها الموسم رح نكمل معاكم لكن خلونا نروح في فاصل وبنرجع أهلا وسهلا فيكم من جديد ومكملين معكم فقراتنا بأكسترا تايم وهلأ خلونا نروح نشوف تقرير عن مباراة الرمثة وشباب الأردن وراجعين سيكون ملعب الأمير هاشم في مدينة الرمثة شاهدا على لقاء من نوع خاص يجمع أصحاب الأرض الرمثة مع شباب الأردن في ثاني لقاءاتهم في بطولة درع الاتحاد الفريقان يملكان العديد من الأسماء اللامعة والقادرة على إحداث الفارق في أي لحظة أضف إلى ذلك مدربان من الطراز الرفيع وهم جمال محمود لأسود غمدان وأكرم سلمان مدربا لغزلان الشمال الرمثة الذي اكتفى بالتعادل السلبي في لقائه أمام الأهل يأمل بأن يظهر بالنقاط الثلاث خلال هذه المواجهة مؤتمدا على بعض الأسماء أمثال أحمد سمير وإحسان حداد وحمز الدردور لهز شباك شباب الأردن من جهته يضع جمال محمود ثقته بكل من لؤي عمران ورائد النواطير وعبدالله الحنحنة من أجل إزعاج دفاعات أصحاب الأرض التكاهل بنتيجة لقاء الغد صعب للغاية كون كل منهما يبحث عن الفوز ولا غيره خلال التسعين دقيقة يعني عادة مباريات الرمثة وشباب الأردن يعني يمكن بطغى عليها طابع خاص هذو الفريقين والطابع الخاص يمكن يكون واضح وبقوة في لقاء الغد لأن الفريقين عززوا صفوفهم بعدد كتير كبير من اللاعبين النجوم والأقوياء في عنا طبعا رح يكون أحمد سمير وسعيد مرجان بشباب الأردن والدردور من جانب الرمثة لا هو بالرمثة انتقلوا وموجودين بالرمثة سعيد مرجان وأحمد سمير على الجهة المقابلة أنت يمكن أصدق عن النواطير النواطير ضربت معاك ضربت معي الأسماء من كتر الأسماء اليوم احنا مبسوطين كثير أن نشوف هالأسماء موجودة كلها هالأسماء الكبيرة بكل فرقنا الأردنيين وكل موسم خاضوا تجارب احترافية لكن نشوف هالفرق معززة بها الأسماء احنا نحكي عن أحمد سمير عن سعيد مرجان الدردور أسماء كبيرة مع الرمثة وممكن أنها تعمل الفارق خلال الموسم لكن ما بدنا ننسى كمان على الجهة المقابلة شباب الأردن والتعاقد مع النواطير التعاقد مع محمد الباشا بالإضافة لتوليف ممتاز كانت مع الكابتن جمال محمود المدير الفني للفريق وأيضا ما بدنا ننسى الإدارة الفنية للحجي أكرم سلمان على الجهة المقابلة مع الرمثة فبتوقع مباراة تكتيكية بحدي بكرة اللقاء اللي راح يصير بكرة على ملعب الأمير هاشم بالرمثة اللي هو دائما بيكون طبعا صعب على جميع ذائرين هذا الملعب نتمنى أنها تكون مباراة ممتعة ومثيرة وحماسية أكيد حديث متواصل عن مبارايات درع الاتحاد ومع المباراة الأخيرة اللي راح تصير بكرة بين ذات راس والمنشية بالتقرير التالي سيكون المطلوب من المنشية وذات راس تحقيق الفوز في اللقاء الذي سيجمعهما في ملعب الأمير فيصل في الكرك ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة درع الاتحاد ذات راس الذي مني بخسارة من شباب الأردن بهدفين دون رد في الجولة الأولى يسعى بقيادة مدربه ديان صالح للظهور بشكل مميز رغم أن تشكيلته أوجها من اللاعبين الشباب أبرزهم جهاد الشعار وعمر الشلوح والتونسي مروان الغول من جهته يأمل العائد من جديد لدور الأضواء إلى نفض خسارته من الوحدات بهدفين مقابل هدف وحيد وتقديم مستوى مميز مشابه للأداء الذي ظهر به أمام الوحدات حيث كان ندا قويا وأحرج بطل الدوري أبرز الأسماء التي يعتمد عليها المنشية أشرف المساعيد وعديج ديفات وخلدون الخزامي يعني أكيد مباراة ما رح تكون سهلة على أي من الفريقين الفريقين قاعدين عم يبحثوا للتعويض عن خسارتهم صحيح متفائل فيهم زي ما عم بشوف تصريحاته مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي إنه متفائل بها المجموعة الممتازة الموجودة معه على الجهة المقابلة أيضا أسامة قاسم يعني خسر هو المنشية بصعوبة أمام الوحدات فبتوقع رح تكون مباراة لها نكهة خاصة ورح نشوف فيها مستوى طموح مشترك يمكن كمان بالفوز رح يكون بين الفريقين وكمان أكيد ملعب الأمير فيصل رح يمثل بكرة نقطة قوة لنادي ذات راس لأنه رح نعتبرهم بلعبوا على أرضهم بين جماهيرهم وهم دائما مستغلين هاي النقطة على كل حال رح نستنى لبكرة لنشوف أش رح تكون نتيجة هذا اللقاء أكيد إذن بالتوفيق لكل الأندية في لقاءات الغد خلونا هلأ نروح نستعرض النتائج الأولية لسؤال شارك سؤالنا كان بيقول ما هي توقعاتكم لنتيجة مباراة الوحدات والأهلي الإجابة الأولى فوز الوحدات 80% الإجابة الثانية الأهلي 10% والتعادل 10% يعني نسب يعني هلأ التصويت ممكن يختلف من هنا لأخر الحلقة طبعا تصويت مسمر معنا عبر تطبيق رؤية وسؤال شارك الخاص بأكستر تايم نتمنى من كل الناس يواصلوا تصويت على التوقع أكيد ونتمنى كمان من الناس يظلوا يتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك بتعليقاتهم وأسئلتهم ومشاركاتهم خلونا نطلع فاصل صغير ونكملين حلقتنا يسعد هالمسأل جديد مكملين معكم أكستر تايم وفقراتنا لليوم وأحديثنا أرياضية وقبل ما ننتقل لأي إشي بنروح لحبيبنا وأصدقائنا وعزوتنا ورأس مالنا طبعا كل الناس اللي عم بتواصلوا معنا على صفحات رؤية وأيضا مواقع تواصل الاجتماعي الخاصة برؤية وبتحديد صفحتنا على الفيسبوك رؤيا سبورتس في عنا سعد أبو صدود يسعد مساك سلام خاص أيضا لظاهر خطيب حبيبنا يسعد مساك ظاهر عم بحكي السنة راح يكون الدوري ملتهب والله يكون بعون الجماهير أحمد عبد العزيزة الجازي عم بيسأل يسعد مساك طبعا حبيبي عم بيسأل عن أكرم زوي والصفقات خلال الأيام المقبلة راح يبين كل إشي إلى الآن مفوضات وطبعا محمد أسامة هل وحدات قادر على الفوز إذا أنت يعني مشجع لنادي الوحدات فأنت اللي لازم تجاوبنا على هذا السؤال من خلال تطبيق رؤية وسؤال شارك الخاص بأكستراتام يسعد مساك الغالي مجاهد الحاوي يسعد مساك حبيبي وأيضا لما الكلال دي عم تحكي يسعد مساكم نورين وإن شاء الله الفوز للوحدات يزيد باشا يسعد مساك عم بيحكي إن شاء الله غدا انتصار للوحدات نديم منصور يسعد مساكم يسعد مساك أنت طبعا كمان جهاد سبلبن كل الشكر إليك وإنت الغالي حبيبي سلمان الطوافشة طبعا يعني كلامك على الراس والعين وكل الشكر إليك يعني هاي شهادة بعتز فيها وكل طبعا محبتي وتقديري إليك وبمسي عليكم بسلم عليكم مراد الجميل بحكي كل التوفيق اللي بعثتنا الأردنية في البرازيل وإن شاء الله رح نحكي عنهم في حلقتنا لكن كمان شوي وليد الشيوخي عم بحكي يسعد مساكم إن شاء الله الفوزة للوحدات بكرة ومحمود أبو ربيع كل شكر إليك على كلامك على أبو السعود هل عمر شفيع رح يشارك بكرة في مباراة الوحدات طبعا هو خيار فني بحث يعني لكن بتوقع إذا كان جاهز بالمئة مئة بالمئة إنه طبعا يشارك عمر أبو زيد وعلي الأخرص رامي إحسان ومراد الجميل تيماء خضر يسعد مساكي ومبروك فوز السحاب عم تحكي ياسر رزق تحياتنا إليك وكل الشكر طبعا نديم منصور تحياتنا إليك وكل الأصدقاء إن شاء الله برجع بقرة كمان من مشاركاتكم وأيضا من كل الأمور اللي بتتواصلوا معنا فيها وراح نروح لبطولة الدرع الخيرية الإنجليزية طبعا ولقاء كبير جمع مانشستر يونايتد وليستر سيتي نشوف التقرير ونرجع افتتح مانشستر يونايتد الإنجليزي موسمه بأفضل طريقة ممكنة بتحقيق لقب الدرع الخيرية والتي جمعت بين بطل الدور الإنجليزي لستر سيتي وبطل كأس الاتحاد مانشستر يونايتد البطولة الأولى للمدرب البرتغالي جوزي مورينيو والنجم إبراهيم وفيتش احتضنها ملعب ويمبل الشهير ليتوج اليونايتد بالدرع الخيري الإنجليزي وافتتح لينغارد التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة الثانية والثلاثين قبل أن يعادل جيمي فاردي الكفة للإستر سيتي في الدقيقة الثانية والخمسين ثم اقتنص مهاجم منشستر الجديد زلاتان إبراهيم وفيتش هدف الفوز لفريقه في الدقيقة الثانية والثمانين في مباراة سمحت لكل فريق بإجراء ست تبديلات للمرة الأولى وفاز مورينيو لثاني مرة بالدرع الخيري بعد اللقب الأول عام 2005 عندما قاد فريقه السابق تشيلسي للفوز على آرسنال في حين أحرز السلطان إبراهيم وفيتش لقبه الأول خلال رحلته الجديدة في بلاد الضباط أول مباراة رسمية للسبيشال وين مورينيو مع اليونايتد قدر أنه يضيف لقب لمسيرته التاريخية والذهبية والرائعة طبعاً وكمان لقب وإنجاز جديد إلو وأول إلو مع اليونايتد المتعطش للألقاب اللي غاب عنها لفترة كتير طويلة وهو أكيد متعود عليها وكمان خليني أحكي عن الرائع المحظوظ كمان زلطان إبراهيم وفيتش يعني مباراة واحدة هدف واحد بطولة أكيد طبعاً يعني بناش نحكي كمان أنه المباراة ما كانت سهلة يعني إحنا اليوم المباراة مش سهلة سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي مباراة مش سهلة حقق فيها يونايتد الهدف الأول بعدين صار فيه تعادل من ليفر بول بعدين رد رجع تقدم من ليستر بعدين رجعت تقدم منشستر يونايتد بهدف إبراهيم وفيتش وهو هدف كان كمان أكثر من رائع مثل ما حكت فرح بس هو ليش الغريب العجيب أنه ما عنده مشكلة يعني بحكي لي كان شبعان انتصارات وشبعان كؤوس يعني هو مغرور معروف عنه بس بحب أوكي شبعان بس دائماً بحب أنه يضيف ألقاب لمسيط هي نكهة ونكهة وخاصة يعني إبراهيم وفيتش وأيضاً عشاق المانشستر وأيضاً عشاق وجماهير مورينيو واليونايتد اليوم كانوا كثير مبسوطين مش بس عشان الفوز لكن على الخبر الرسمي اللي طلع حوله خضوع بول بوكبا للفحوصات الطبية تمهيداً لانتقاله لصفوف الفريق لكن شوفوا الدنيا قداش صغير يعني وكيف بتلف بيطلع مجاناً من الفريق مجاناً مزبوط وبرجا ورح يرجع بأغلى صفقة ملايين صفقة عالم كرة القدم غريب عجيب خلونا نشوفها التقرير اللي بيحكي عن بول بوكبا وميرجع عودة بوكبا هذا ما نشرته الصفحات الرسمية الخاصة بنادي مانشستر يونيتد الإنجليزي عن عودة النجم الفرنسي بول بوكبا إلى بيته القديم مانشستر واقترب الفرنسي بول بوكبا من الانضمام إلى اليونيتد عقب منحه الضوء الأخضر من قبل ناديه الحالي يوفينتوس بطل الدور الإيطالي في المواسم الخمسة الأخيرة للخضوع للفحص الطبي مع فريق الشياطين الحم لكن دون تحديد قيمة للصفقة وقال مانشستر يونيتد المنافس في الدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عبر موقعه الرسمي على الانترنت إن لاعب الوسط بول بوكبا سيخضع للكشف الطبي تمهيدا لانتقاله للفريق قادما من يوفينتوس بطل إيطاليا وارتبط بوكبا الذي ساهم في تاه لفرنسا لنهاء بطولة أمم أوروبا الأخيرة قبل الخسارة من البرتغال بالعودة إلى اليونيتد ناديه السابق تيل فترة الانتقالات الصيفية وترك بوكبا اليونيتد في عام 2012 لينتقل على يوفينتوس ويتوج مع الأخير بالدور الإيطالي أربع مرات متتالية وتشير التكاهنات الصحفية إلى أن قيمة الصفقة قد تتخطى المائة مليون يورو وغادر لاعب وسط منتخب فرنسا ملعب أولترافورد منذ أربع سنوات لعدم اقتناع المدرب السكتلندي السير أليكس فريكسون بمستواه وها هو يعود إلى مصرح الأحلام بطلب خاص من الاسبيشال ون جوزي مورينيو منقدر نحكي اليوم أن اليونيتد ضرب عصفوران بحجر فاز بكأس الدراع الخيرية وأعلن عن انتقال بوغبا أو رجعت بوغبا لصفوفه يعني صفقة مدوية ومن العيار الثقيل كلما نعرف قدي بوغبا على اللاعب مهاري وصاحب مستوى خني كثير عالي خصوصا بخط الوسط وغير هيك أنه قادر كثير على تسجيل الأهداف وكل أهدافه حلوة وجميلة ومميزة أكيد يعني هلأ في عنا كمان مجموعة بوغبا إبراهيموفيتش وكمان مع المدرب مورينيو يعني قوة خاصة يمكن هذو الثلاثة بدهم يشكلوا فهو بس وديخية وروني وأسماء أسماء أسماء كثيرة يمكن هاي كلها مؤشرات بدونه فعلا هو أشوف مورينيو إلا ما يلاقي له حل مورينيو ما عنده واسطة خليه نحكي ونفره في كل مباراة بلعب بشكل مرة ممكن تلاقي محل ديخية يلعب ما عنده مشكلة ما في مشاكل مع مورينيو أكيد وبهاي القوة يمكن كمان نقدر نقول هذا مؤشر على أنه مانجسر يونايتد رح يكون يعني منافس شديد جدا في الدوري طبعا سميحة يعني مورينيو موجود على رأس الإدارة الفنية فأعتبره منافس أكيد بدون ما تطلع أجي تانيا كمان بالرجع للحديث عن عودة بوكبال لمنشستر يونايتد على موقع منشستر يونايتد الرسمي أطلقوا هاشتاق دعوا من خلاله كل الجماهير يعني أنهم يحتفلوا ويفرحوا بعودة بوكبال هاشتاق تعب كان بوكباك فيعني بتخيل الكل مبسوط بهذا الإشي الفرحة فرحتين بس مش عصفورين بحجر يعني منزع القارب أنا لا أستوعبتها فترة ها طبعا من إنجلترا منا نروح لفرنسا والسوبر الفرنسي بين باريس سان جرمان وليون في التقرير التالي توج فريق باريس سان جرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي بعد فوزه الصاحق على ليون بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب هيبو أرينا بمدينة كلاينفورتا النمساوية وافتتح باستوري ربعية باريس سان جرمان من تزديدة مباشرة قوية مستغلا عرضية كوارزاو في الدقيقة التاسعة ثم اضاف البرازيلي لوكاس مورا الهدف الثاني بعد متابعة تمريرة باستوري في الدقيقة العشرين ونجح الفرنسي حاتم بن عرفة بتسجيل الهدف الثالث من تزديدة قوية في الدقيقة الرابعة والثلاثين واختتم الفرنسي كورزاو ربعية باريس سان جرمان في الدقيقة الرابعة والخمسين في المقابل سجل توليسو هدف اليون الوحيد من رأسية في الدقيقة السابعة والثمانين وحسم فريق العاصمة الفرنسية بطل الثلاثية الدوري وكأس فرنسا وكأس الرابطة اولى القابه في الموسم الجديد بتحقيقه لقب كأس السوبر للمرة الرابعة على التوالي واخترب خطوة من رقم فريق ليون القياسي في عدد مرات الفوز بلقب السوبر المحلي برصيد سبع مرات طبعا باريس سان جرمان يواصل حصد الألقاب اللقب تل والآخر وايضا قوة جديدة للفريق بقيادة أمري وهو مدرب بثبت يوم بعد يوم انه رقم صعب جدا في عالم التدريب مش سهل أبدا وايضا قوة مالية كبيرة على خلف رئيس النادي سيد ناصر الخليفي النادي مش سهل أبدا وتحدثوا انه في لعب من إسبانيا وبالتحديد من ريال مدريد راح يوقع اليومين وراح نشوف خيستي معه هو غالبا راح يكون خيستي رودريغز بالضبط راح نشوف خيستي يعني عم بلعب مع البريس لكن يعني هو بريس الجرمن بفرنسا بغرد خارج السرب يعني يمكن مسؤولية على الإدارة الفنية الجديدة يعني تعالي عمي احنا هنا مخلصين ألقاب احنا بدنا تورجينا في دوري أبطال أوروبا بتوقع هيك يعني شوف بريس جرمان بعيدا عن قوة المالية ومدرب رائع زي اوناي امري فريق بمتلك لاعبين زي باستوري ديماريا لوكاس مورا وبرضو اوناي امري زي ما حكينا صعب جدا حدي نفسه بالدوري المحلي هو طموحهم واضح من الموسم الماضي أنه حابيني نفسه على لقب دوري أبطال أوروبا نعم أنا طبعا دي أحكي عن جانب مختلف من هذا اللقاء جانب ما إلو دخل بالفنيات ولا باللاعبين ولا الإشي الغريب كان إنه هذا اللقاء لقاء السوبر الفرنسي ما تمت إقامته على أرض الفريقين يعني تمت إقامته ببلد أوروبا تاني هو النمسا فهذا شي غريب بغياب الجماهير كلنا بنعرف إنه أساس المباراة أو روح المباراة ودعم الفريقين تتمثل بجماهيرهم فكانت يعني كتير شغلة غريبة يعني يمكن هي الإشي الوحيد اللي عكر مزاج المباراة كامل يعني أنه ما كانش في جماهير طبعا من الأجواء الفرنسية خلينا نروح للدوري الهولندي وافتتاح الدوري الهولندي ولقاءات مهمة جدا في التقرير التالي نجح ياكسا مستردام في افتتاح مشواره في بطولة الدوري الهولندي لكرة القدم بالفوز على سبارتا روتردام بثلاثة أهداف لهدف وحيد ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة وافتتح دافي كلاسين التشجيل للفريق العاصمي في الدقيقة الخامسة وأدرك ريانس نوزي التعادل لسبارتا في الدقيقة الثامنة فيما نجح دالي من إعادة أيكس المقدمة في الدقيقة الرابعة والخمسين قبل أن ينجح كاسيرا من تحقيق الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة والستين وفي لقاء آخر فجر في نورد روتردام ملعب مضيفه جرونينجم بخماسية نظيفة وافتتح ديفي الهينيو التشجيل في الدقيقة التاسعة عشر قبل أن ينجح إليا من تشجيل ثلاثة أهداف في الدقائق السادسة والثلاثين والخامسة والاربعين والسادسة والخمسين قبل أن يختتم نيكولاي يورغنسون خماسية الضيوف في الدقيقة الثالثة والثمانين الفريقين قدروا أنهم يحسموا اللقاءين لصالحهم وبنتيجة كتير كبيرة يعني الدوري الهولندي زي ما احنا متعودين عليه كل سنة في كتير نجوم ولاعبين بدايتهم كانت من الدوري الهولندي لذلك الدوري الهولندي يعتبر واحد من صحيح الأفريق الهولندية ما بتنافس أوروبيا لكنه هو يعتبر من أكبر المغذيات للدوري الهولندي واللادي يعني بياخدوا حتى لو بجيبوا لعيبة من بره بياخدوا خامات ممتازة بيعملوها وبيبيعوها للفرق بشكل طبعا رائع راح نشوف شوي من مشاركتنا على صفحتنا على فيسبوك روي سبورت في عنا عبودة زواهر يسعد مساكي حبيب كل التوفيق للأهلي وأيضا في عنا يزيد ونديم وعلى أبو سعود وخالد التراون يسعد مساكي إن شاء الله الله يسمع منك ونشوف هذا الكلام مع علي الأخرس وكل أصدقائنا اللي عم بتواصلوا معنا عبر صفحتنا على فيسبوك سوف حت روي سبورت وكل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة برؤية مشاركات عديد اليوم يسعد مساك كل الناس اللي عم بتواصلوا معنا يسعد مساك كل الناس اللي عم بسلموا علينا وأكيد دائم مشاركاتكم محطة التقدير والاهتمام دائما خليكم دائما معنا على المتابعة ودائما على التواصل بأي شي يعني بيخطر في بالكم سواء عن البرنامج عن المباريات عن أي أسئلة رياضية بتحبوا أن نجاوبكم عليها أكيد إحنا بنكون مبسوطين لما نشوف هاي الأسئلة وهاي الشغلات وهاي الاستفسارات تحياتنا لكم أكيد وفي لنا وقفة تانية طبعا مع تعليقات المتابعين على الفيسبوك بس خلونا هلأ نروح فاصل صغير ونرجع نكمل حلقتنا معكم يسعد مساك ونزيد مكملين معاكم فقراتنا لليوم وحديثنا رياضية في أكسرا تايم حكينا أنه رح نكمل شوي من مشاركاتكم على صفحتنا على الفيسبوك رياضي سبورت ساب الروح لصديق البرنامج صديقنا الرائع مشرف حربي سعد مساك حبيبي عم بيحكي هل ممكن أنكم تعملوا فقرة تعمل على تثقيف الجمهور وكيفية التعامل مع الأندية واحترام الفرق الأخرى وأيضا سعيد أبو أكرم يسعد مساك بتوقع دوري هذا العام أصعب من الدوري الماضي وراح يصفر عن تنافس شديد قوي بين الفرق وهذا الإشي اللي بجمع عليه كل النقاط الصحفيين الإعلاميين الجمهير طبعا أحمد القيام يسعد مساك تحية لكابتن عامر شفيع من مشجع رمثاوي وإحنا تحياتنا إليك طبعا وسلمان الطوفش يسعد مساك عم بيحكي أثبت نادي صحاب النقاد أما بقوة لدوري المحترفين من خلال المستوى المميز اللي بيقدمه خلال مباريات الدراع ولمسات الكابتن إسلام ديابات واضحة على الفريق فارس شرف يسعد مساك عم بيحكي فريق صحاب مميز جدا وأيضا عم بيحكي أنه بنبارك للسباح الأردني خضر بقلي على الرقم الجديد اللي سجلوا اليوم وأيضا يعطيك العافل المدرب القدير الدكتور على النوايسة طبعا هذا فخر لكل الأردنيين اللي سوا اليوم خضر وأنه قدر أنه يعمل هيك رح نحكي عن هذا الموضوع أكتر لكن في مشاركات من أصدقائنا على صفحة الفيسبوك في خالد زبيدي على ما أعتقد كمان عم بيسأل على موضوع عامر شفية عاموندرب عمارة والوحدات بشكل عام للحديث أكثر ولأخذ الموضوع من رأس النبع عبر الهاتف الكابتن زياد شلبا يقعد ومجلس إدارة ناديا الوحدات يسعد مساكي كابتن مساكي نور كابتن كيف أمورك زمان عن هالصوت والله حبيب أستاذ فارق أمورك منيح إن شاء الله يستاهل الحمد أكيد كابتن الجماهير كلها بتتساءل عن إصابة عرض لها الكابتن منذر أبو عمارة وعن إمكانيات مشاركة الكابتن عامر شفية يوم غدا وأيضا يتساءلون عن موضوع أو الإعلان الرسمي عن التوقيع مع الكابتن طارق خطاب بسم الله الرحمن الرحيم في البداية بأسكلكوا على هذا الاتفصال بالنسبة للكابتن عامر شفية الكابتن عامر شفية جاهز وبحود مشاركته خلال المدير الفني الكابتن عدنان حماد والكابتن عامر جاسم والكابتن عامر جاهز واليوم يتدرب مع الفريق يعني مش ربما تكون مشاركته غدا شوي صعب نصルح一些 نتوقع للتوقيع طيب الإعلان الرسمي عن التوقيع مع الكابتن طارق خطاب بالنسبة للكابتن طارق خطاب اليوم عخدنا القرار في مجلس دارة نادي الوحدات بالنسبة للكابتن طارق خطاب أنه يوقع عقد مع نادي الوحدات لمدة سنتين اليوم كانت جهسة معه وكانت مفاوضات بيننا وبينه وإن شاء الله يعان عودته قريبا إلى نادي الوحدات وأنني لا بتعرف أنه طار خطار يد النادي الوهداد في المدرسة الكروية حتى الفريق الأول وإن شاء الله بيكون ضمن فريق نادي الوهداد خلال الأسبوع القادم لأن هناك مفاوضات على العقد ومدة العقد والمبلغ العقد وهذا يعني حق أن يلاعب أنه يطوب أي طرد بجيء بالنسبة لعقد اللاهب نعم كابتن زياد شلبي كل الشكر إليك على التوضيح وعلى تعاونك الدائم والرائع معنا في أكسرا تايم ومع رؤية دائما كل الشكر إليك يعطيك ألف عافية هذا ما تحدث عنه الكابتن النازل أكيد إذن من الشأن المحلي رح نرجع للأندي الأوروبية اللي بتواصل استعداداتها وتحضيراتها للموسم الكروي الجديد وخلونا نشوف هالتقرير عن المواجهة لجمعة ليفربول وبرشلونا تلقى فريق برشلونا الإسباني هزيمة ساحقة أمام نظيره ليفربول الإنجليزي برباعية نظيفة على ملعب ويمبلي بإنجلترا في بطولة كأس الأبطال الودية الدولية سجل رباعية ليفربول سادي يوماني في الدقيقة الخامس عشر وخافير ماسكرانو بالخطأ في مرماه في السابع والأربعين وأضافت ديفوك أوريغي الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة والأربعين وماركو سجل هدفا جميلا في الدقيقة الأخيرة برأسية سكنت الزاوية اليمنى للحرس برافو ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجين كلوب قدم عرضا رائعا خاصة في الشوط الثاني الذي شهد انهيارا بفعيا وبدنيا للاعبي برشلونا الذين كانوا بعيدين عن أدائهم المعهود فوز كاسح وغير متوقع صراحة لليفربول على برشلونا برباعية نظيفة تحت قيادة مدربه الألماني الرائع يورجين كلوب هذا الفوز أكيد رح يعطيهم دفعة معنوية رهيبة خلال الموسم القادم مسكرانه متخصص بالقوال بالقوال بمرماء حاله مايوه بالزبط طيب خلونا من كرة القدم نرجع لنروح للأولمبياد والمشاركة الأولى للسباح الأردني خضر بقلة في التقرير التالي نجح استباح الأردني خضر بقلة بتحقيق المركز الأول في مجموعاته التأهيلية في سباق 200 متر حر رجال في دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو وحقق خضر زمن قدره دقيقة و48 ثانية و42 جزءا من الثانية ليحتل صدارة المجموعة ويتأهل إلى الدور نصف النهائي صاحب أفضل 16 مركزا حسب الأوقات المسجلة خلال خوض المجموعات الست للمنافسة وينتظر بقلة نتائج المجموعات الست لمعرفة الترتيب النهائي وإمكانية تأهله إلى الدور نصف النهائي يعني كلنا فخر بما قدم خضر بقلة في الأولمبياد حلو أن نشوفه حقق المركز الأول على مجموعته لكن للأسف الرقم اللي حققه ما رح يخليه تأهل للأدوار الثانية لكن بالفعل يعني لما شفنا أنهى السباق وشفنا بليغرافيكس كيف عم بيطلع الاسم والعلم على المية ونشوف علم الأردن ومكتوب عليه رقم واحد قبل البداية فيعني الواحد هيك بد أنه يتحرك يا ربي شوها الإنجاز الحلو كنا متمنين أنه يكمل أكتر لكن المرات الجاية إن شاء الله يكمل بالرياضات الأخرى وعنقول تعود الدول الخير في الجاية الخير في الجاية ولسه في عنا مشاركات في رياضات أخرى فإن شاء الله يقدر أحد الرياضيين الأردنيين أنه يحقق إنجاز ويتقدم ويتأهل في الأولمبياد وكمان نتمنى التوفيق لشقيقة السباح خضر اللي خليتة الظهر عندها مشاركة بعد كم يوم نتمنى التوفيق لكل الرياضيين الأردنيين المشاركين بهذه الدورة مظبوط خلونا هلأ بدنا نطلع نشوف تقرير عن تحقيق أول ميدالية ذهبية لسباقات السباحة نشوفه ومن الرجل أحرز الأسترالي مالك هورتن الذهبية الأولمبية لسباق 400 متر حرام متفوقا على حامل اللقب الصيني سون يانج الذي حلف في المركز الثاني ونال الإيطالي جابريلي ديتي الميدالية البرونزية ورغم تصدر البريطاني جيمس غاي في أغلب فترات السباق لكن هورتن نجح في خطف الميدالية الذهبية الأولى لأستراليا في الأولمبياد ويشارك السباح الأسترالي في الأولمبياد لأول مرة وسينافس أيضا في سباق 1500 متر حرة وسباق التتابع 4 في 200 متر حرة تحقيق الإنجاز تحقيق الإنتصارات للبلدان وأيضا التعب على الناس والإصرار بيخليك أنك تحقق هذه الإنجازات حتى لو كانت صعبة حتى لو قدامك العديد من المنافسين العديدة من أصحاب الأرقام القياسية لكن لكل مجتهد نصيب زي ما بحكوها وبتوقع أنه هذا اللي حصل مع السباح الأسترالي واللي شفنا أيضا من نجمنا خبر بقل أنه يحقق المركز الأول على مجموعته فهذا كان إشي كثير حلو طبعا أصدقائنا رح نروح لنتائج نهائية من سؤال شارك لهالليلة سؤالنا كان بيحكي توقعاتكم لنتيجة الوحدات والأهل الأولى فوز الوحدات وصلت النسلة فيها إلى 70% الإجابة الثانية فوز الأهل 25% والتعادل 5% وأكيد التصويت بتم عبر تطبيق رؤية سؤال شارك الخاص بإكسترا تايم نتمنى كل التوفيق لجميع الأندية بلقاءاتها يوم غد ولهون منكم وصلنا لنهاية حلقة إكسترا تايم اليوم نستناكم بكرة بحلقة جديدة الساعة 11 تصبحوا على خير اشتركوا في القناة